اللهم واجعل ما مضى من هذا الشهر المبارك شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم وفر للمسلمين والمسلمات والمبنية والمبنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقا يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بأفسه واجعل كيده في لحره واجعل تدبيره في تدبيره اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء أو مكروه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجلب هذه البلاد وأهلها كل مكروه أو سوء يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغليل ونحن الفقراء أنزل علينا الغيش ولا تجعلنا من القالطين اللهم لا تحرمنا بما فعل السبهاء منا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السبهاء منا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من كراف الأخلاق والأعمال والأهوال والأدواء اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تيسر لنا كل عسير يا رب العالمين اللهم ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة ويسر أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين اللهم وفقنا للنطب الشهادة قبل الممات يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا اللهم واسر عيوبنا يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين اللهم وإنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم وإنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ منها ليتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووزع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقل من الثنوب والخطايا كما ينقص نوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا اللهم وارحمنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا خالين بأعمالنا اللهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم واجعل هذا الجمع المبارك من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعبك من عقوبتك وبك منك لا نحصي خلاء عليه أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة